في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة أشكال الخروج عن القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية وكذلك مواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد فقد أصفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية التالية جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أصفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 518 عنصرا إجراميا ومصر سبعة من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بنطاق 21 مدرية أمن وسابق اتهمهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل وضبط معهم 271 قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات ضميات وبرسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 51 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1233 قطعة سلاح ناري أبرزها 143 بندقية 101 بندقية آلية 64 مسدسا 925 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة العيرة و110 خزينة إضافة لألف واربع مائة واسنتي عشر قطعة سلاحة بيض وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ خمسمائة وسبعة وثمانين ألفا وخمسمائة وثلاسة وتسعين حكما قضائيا بإجمالي سبعة وثلاثين ألفا وسبعمائة وواحد واربعين محكوما عليهم من بينهم ألفان وأربعمائة وسبعة وعشرون حكم جنايا ومائتان وتسع ألف وأربعة وثمانون حكم حبس ومائتان وسلاسة وتسعون ألفا وخمسمائة وتسعون حكم غرامة واثنان وثمانون ألفا وأربعمائة واثنان وتسعون حكم مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط أحد عشر تشكيلا عصابيا ضموا ثمانية وثلاثين متهما قاموا بارتكاب سنين وعشرين حادث سرقا متنوع وتم كشف غموض واحد وخمسين حادث ما بين قتل عمد وسرقا بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفا وضبط مرتكبها بإجمالي واحد وستين متهما وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط ألف وستمائة وخمس وسبعين قضية إدجار في المواد المخدرة ضبطا خلالها ألف وثمانماء وأربعون متهما وبحوزتهم أكثر من سلاسمائة واربعة عشر ونصف كيلو جرام من مخدر الحشيش وقرابة سلاسمائة واثنين وخمسين كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت حوالي ثلاثة واربعين كيلو جرام إضافة إلى أكثر من خمسة عشر ونصف كيلو جرام من مخدر الاستروكس وعدد خمسة وعشرين ألفا ومائتين وأربعة قرص مؤثر واثنين وسلسين ألفا وتسعمائة وتسعة وثمانين قرص ترامدول مخدر وأحد عشر ألف قرص كيبتاجون هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي سمانية وعشرين مليون جنيها كما تم ضبط خمسة ملاكس غير مرخصة لعلاج الإدمان وضبط قضيتين غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها قرابة خمسة عشر مليون جنيها متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة